إلى قطع الفلاحة حيث أفادت وزارة والفلاحة وترمية الرفية والصيد البحر في بيان لها أنه تم حرث مساحة مخصصة للحبوب تقدر بـ 3.5 مليون هكتار خلال الموسم 2018-2019 بارتفاع قدره 10% مقارنة بحملة الحرث لسنة الماضية 2017-2018 ولقد تم عرض هذه الأرقام خلال لقاء حضره وزير القطاع عبدالقادر أبو عزقي والذي خصص لتقييم نشاط حملة الحرث الخاصة بشعبة الحبوب وكذا عملية تلقيح ضد طاعون المشترات الصغيرة والحمة القلعية إلى جانب بحث مدى تطبيق الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالعقار الفلاحية